ثلاثة أشهر مضت على الانتخابات البرلمانية في العراق ولتزال نتائجها النهائية لم تعلن بعد وذلك بانتظار إعلان القضاة المنتدبين لنتائج عملية العد والفرز اليدوي الجزئي لأصوات الناخبين بعدين أثارت النتائج المعلنة جدلاً وصراعاً حامياً واتهامات بالتزوير بين شركاء العملية السياسية وبحسب القضاة فإنهم بدأوا بإدخال البيانات الجريدة للنتائج بعد الانتهاء من عملية العد اليدوي صحيفة العرب الجريد نقلت على المسؤولين حكوميين قولهم إن النتائج الجريدة لن تختلف عن سابقاتها فهي لن تمس بحجم الكتل أو ما تم التوافق عليه سياسياً بل سيفوز مرشح خاسر هنا وسيخسر فائز هناك مؤكدين أن جميع الكتل السياسية لا تقبلوا أن يسحب منها مقعد ويعطى لأخرى وهذا بعبر عنه النائب رحيم الدراجي بقوله إن كل الأحزاب تؤمن بأن العملية الانتخابية حصل فيها تزوير وأن الحديث عن تشكيل كتلة عابرة للطائفية ما هو إلا حديث وهمي لافتاً إلا أن نسبة التزوير في الانتخابات تجاوزت 85% من الأصوات يترافق هذا مع تسارع الكتل والأحزاب للتحالف أو للشطار لتشكيل كتلة البرلمانية الأكبر التي ستحظى بأحقية تشكيل الحكومة لكن في هذه المرة يخلف السفير الإيراني إيريج مسجدي قائد الحرس الثوري قاسم سليماني برعاية المفاوضات إلى جنب محمد كوثراني باعتباره مسؤول الملف العراقي في ميليشيا حزب الله اللبناني بحسب صحيفة العرب الجديدة الصحيفة أشارت إلى أن زعيم أتلاف دولة القانون نور المالكي يعمل بمساعدة مسجدي على لم شمل الأحزاب الشعية في تحالف جديد باستثناء التيار الصدري وأتلاف العبادي وذلك من خلال السعي لإخراج حزب الفضيلة من تحالف النصر لإفساح المجال أمام مرشح تحالف الفتح وزعيم ميليشيا بدر هاد العامري لنيل منصب رئيس الوزراء نسيما وأن الأخير يبدو مصرا على المنصب الذي دفعه لطرد القيادي في التحالف كريم النوري بعد قوله بأن شروط المرجعية لرئيس الحكومة لا تنطبق على العامري